مؤخرا تم اختراق الالاف من قنوات اليوتيوب وحسابات جوجل الموضوع مرعب مجرد انك تتخيل ان القناة او المحتوى اللي انت بذلت فيه مجهود واسنين من عمرك ممكن في لحظة يتسرق ويضيع منك وما حدش عرف يرجعها ولك فان شاء الله من خلال الفيديو ده هنحاول نعرفك ازاي تأمن قناتك بنسبة 100% بحيث انها تكون غير قابلة للاختراق وكمان هنتعرف على الطرق والاسليب اللي تم استخدامها في اختراق القنوات اللي تمت سرقتها مؤخرا علشان تاخد بالك من الحاجات دي تويبقى عندك وعي بالموضوع لا ربما حد يجرب معاك الاسلوب ده فيكون عندك معرفة مسبقة وتحمي نفسك وتأمن نفسك كويس هيظهر هنا توقيت كل نقطة اتكلمنا عنها بحيث انك لو عايز تتفرج على جزء معين ولكن انا ارجح وبشدة انك تتفرج على الفيديو كاملا علشان تحقق اقصى استفادة من الفيديو ده وتأمن قناتك فعلا وتأمن حسابك او تأمن حياتك على يوتيوب وجوجل والموضوع استحق انك تستثمر فيه عشر دقايق او ربع ساعة فا يلا بينا السلام عليكم ايه الاخبار مؤخرا تم اختراق كتير جدا من قنوات اليوتيوب ويكفي ان انت تخش على يوتيوب وتكتب قناتي تسرقتها تلاقي فيديوهات كتيرة جدا من ناس قد تكون انت بتتفرج عليهم قنواتهم اتسرقت بداية خلينا نتكلم عن طرق واساليب الاختراقه ازاي اتطورت مع الوقت لا اساليب متطورة جدا جدا دلوقتي فلو تفكر زمان ايميلات يهو والتشات رومز والكلام ده كله لما كنت بتجي تعمل ايميل كان ممكن تعمل الباسورد رقم تليفونك او 124456 او كلمة باسورد ما كانش بيقولك حاجة فعلشان كده اختراق الايميلات ديت كان سهل جدا كان مجرد اي حد يعرف ايميلك ممكن يخمن الباسورد وتنفع معاه ويخش يختارك الايميل بتاعك الموضوع اتطور شوية مع الوقت بمجرد ما يهو وكل شركات اللي بتقدم ميلينج سيرفزز او خدمات ايميل اكتشفت الموضوع ده بدأت بتطلب من المستخدمين ان هو يستخدم حروف كابيتل ورموز خاصة زي علامة الات والدولار ساين الى خلافه وارقام بحيث ان يصعب على المخترق ان هو يخمن كلمة السر بتاعتك وبالطبع اسلوب المخترقين اتطور لحاجة اسمها فيشنج فيشنج بتبتدي بالبي اتش اللي هو بمعنى بيجيب لك صفحة موقع او بينتحل وجهة موقع انت بتصق فيه يعني مثلا ممكن ينتحل وجهة موقع فيسبوك مثلا ولك خش اعمل لوج ان على حسابك فانت تخش تكتب الايميل والباسورد والحقيقة انك بتبعت له الايميل بتاعك والباسورد بتاعتك فساعة ما بيوصلوا الموضوع ده بيقدر بكل سهولة يخش على الايميل بتاعك والطريقة دي مشهورة جدا وتم من خلالها سرقة حسابات بنكية وكريدت كاردز ومعلومات كتيرة جدا من ناس كتيرة قوي من هنا شركات السيكورتي او الشركات العملاقة بدأت تستخدم حاجة اسمها توستيب فيريفيكيشن توستيب فيريفيكيشن او التحقق بخطوطين هو ان معرفتك بالايميل والباسورد مش كافية علشان تقدر تخش على حسابك انت بتحط رقم تليفونك فانت لما بتيجي تخش على الايميل بتكتب الايميل والباسورد لازم يبعث لك الاول كود خاص على رقم تليفونك تدخله فانت في الحقيقة بتستخدم اتنين باسورد واحدة معاك وواحدة بتتبعت لك فده قلل الاختراك بشكل كبير جدا 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 يعني لو الهاكر دلوقتي معاه الايميل بتاعك والباسورد لازم يبقى معاه الكود اللي اتبعت لك على التليفون بتاعك من غير الكود ده ما يقدرش يخش على الحساب بتاعك وكمان من خلال توستيب فيريفيكيشن بتقدر تسترجح حسابك لو نسيت الباسورد بتاعتك او حاجة زي كده فبتقول له نسيت الباسورد فبيبعت لك كود على موبايلك علشان يتأكد ان انت صاحب الحساب وبعدين من خلال ادخالك للكود ده بيدي لك الخيار انك تغير الباسورد بتاعتك وللاسف لقوا طريقة برضو لتجاوز الموضوع ده الموضوع باختصار وده حصل في مصر هنا مع يحيا ردوان اليوتيوبر الخاص بالتك ومراجعة الموبايلات مشهور جدا يحيا عاكم يحيا انا تسرقت كل حساباتي تسرقت على كل الخدمات اللي في الدنيا جوجل فيسبوك مايكروسوفت حط الرقم بتاعي تسرقت من شركة اورنج خليني اشرح لكم الموضوع يحيا اللي حصل معاه ان حد عرف رقم تليفونه اللي هو عامل به القناة فراح لشركة المحمول اللي هو مساجر رقمه معاها وما تفعرفش بقى راشا الراجل او عمل حاجة المهم انه هو لغى شريحته وطلع شريحة جديدة من الشركة بتاع التليفون ديت برقم يحيا والرقم اللي معاه يحيا خلاص ما عادش شغال بالطريقة ديت بمعرفته الايميل يحيا لوحده مش محتاج الباسورد خالص بيخش على الجيميل او على جوجل ويكتب ان انا نسيت الباسورد بتاعتي طبعا في الحالة دي بيبعتوله كود على رقم التليفون اللي هو بقى معاه خلاص ما عادش معاه يحيا فبيكتب الكود ويخش يغير الباسورد وينقل القناة لحساب تاني كم ممكن فعلا يغير يعني ينهي الموضوع او او يسرق القناة ويغير اسمها ويغير كل حاجة وكده تمام انت خلاص خسرت كل حاجة الحمد لله يحيا قدر يرجع قناته بعد الموضوع ده ولكن الطريقة دي موجودة ان هو يسحب رقم تليفونك من الشركة او يعترض يعني ده اسلوب متطور شوية يعترض الرسالة اللي بتجيلك على تليفونك يعني وده يمكن بيحتاج مجهود اكتر بيحتاج مخترقين على مستوى عالي لكن تظل الاحتمالية موجودة اما الطريقة الاكثر شهرة مؤخرا واللي من خلالها تم سرقة كتير جدا من قنوات اليوتيوب هي ان المخترق بينتحل شخصية يوتيوب او بينتحل شخصية جوجل ويبعت لك ان انت جالك جايزة او ان انت تم اختيارك ويوتيوب هيبعت لك نيكون زي سيكس وهيبعت لك مش عارف مايكروفون ايه والكلام ده كله طبعا انت كصاحب قانالة ما بتشوف رسالة من ديت ومجرد بس ان فيه صورة كده اليوتيوب في الايميل فانت بتبدأ تحلم بقى الكاميرا زي سيكس ومايكروفون ومش عارف ايه فبدون تفكير بتبدأ تتواصل معاه فيقول لك ابعت لنا اسمك ورقم تليفونك تمام وعنوانك مثلا فتمام الراجل ما طلبش الباسورد خالص هنا انت بتبدأ تبعت له اسمك ورقم تليفونك تمام بيبدأ يتواصل معاك على واتساب يقول لك احنا هنتواصل معاك علشان نبعت لك كود الجايزة في نفس الوقت هو بيحاول يختارك حسابك بيحاول يدخل على الايميل بتاع القناة او يدخل يقول ان انا نسيت الباسورد فيتواصل معاك يقول لك احنا هنبعت لك كود كمان شوية علشان تأكد الجايزة الكود اللي بيوصلك ده طبعا هو كود تغيير كلمة السر فانت طبعا بما ان الهداية مزغللة عنيك فبمجرد ما الكود بيوصلك وهو كان لسه اقيل لك من شوية ان فيه كود هيوصلك فالراجل ضاع عنده حق فتقوم باعت له الكود يبقى انت كده ايه سلمت له قناتك على طبق من فضة هو بيخش يكتب الكود تمام انا ارى الشخص ده ويخش غير الباسورد ويسرق القناة وطريقة زي دية حصلت مع كريم اسماعيل بس الحمد لله لحقت نفسه وحصلت مع الاء غبور مؤخرا برضو بس الحمد لله لحقت نفسها والطريقة دي تسرق بها قنوات بالفعل انا مبارح تعرضت انه قناتي تسرقت جالي ايميل زي ما بيجيلي عادي من اليوتيوب وبيقولي فيه ان مبروك انت كسبتي معانا الجايزة بتاعة الكرييتورز مبدعين اليوتيوب بعتلي بتاع اربع ايميلات بيقولي لو سمحتي بيبعتي لي الكود اللي اتبعت على موبايلك عشان نأكد على الشحن نصبة معلمين وبرضو نفس الاسلوب بس بطريقة مختلفة انه بيبعات لك ايميل على انه من يوتيوب ويقولك ان فيه فيديو من الفيديوهات بتاعتك عليها الـ الـ لما انت بستخدم مادة اعلانية سواء صورة او او موسيقى او فيديو مش بتاعك فبالتالي بيجيلك ومعروف لدى اليوتيوبرز ان انت لو جالك ثلاثة استرايك في خضون ثلاثة شهور قناتك بتتمسح بتتقفل فالموضوع بيبقى ايه مخيف شوية لليوتيوبر او لصاحب القناة فبيحاول قدر الامكان يسعى انه هو يحل الموضوع ده بتضغط على اللينك اللي موجود في الايميل بيوديك لفورم كده يقولك املى الايميل بتاعك واملى الباسورد بتاعتك واملى رقم التليفون الخاص بك الى اخره وللأسف بما ان كتير جدا من اليوتيوبرز مش مفعلين التحقق بخطوطين او التوستيب فيريفيكيشن فده بيبقى كافي جدا له انه يخترق القناة بتاعتك ولو انت كنت مفعل التوستيب فيريفيكيشن هيقولك ان احنا هنبعت لك كود كمان شوية او هيبعت لك ميل يقولك ان احنا بعتنا لك كود فبعت لنا الكود ده في الايميل فبالتالي برضو هيسرق القناة بتاعتك انا عارف ان احنا بنستفيد في طرق الاختراك بس تصدقوني الموضوع يستهل ان ان انت اخت على رابط مبعوت لك في الايميل بقناتك بتتسحب او تتسرق وتروح لحساب تاني وده حصل مع محمد عفيفي يعني بمجرد ان هو ضغط على لينك جاله في الايميل قناته اتسرقت كل حاجة راحت كده مش عارفين هترجع او لا المهم الناس بدأت تاخد بالها واصحاب القنوات الكبيرة بدأوا ميخشوا ميشوفوا طرق التأمين الى اخره فكذلك المخترقين بدأوا ميطوروا من اساليب الاختراك لحاجات مرعبة الراجل بيتواصل مع صاحب القناة على انه معلن ان احنا عايزين نعلن عن منتج في القناة بتاعتك من خلال فيديو هتعملهن الى اخره وبيستخدموا حاجات احترافية جدا ويعملوا ويبسايت احترافي جدا جدا للخدمة بحيث انك تكون مقتنع مية في المية ان الناس دول ناس حقيقيين وعايزين يعملوا اعلان عندك فبيقولك نزل البرنامج بتاعنا علشان تستخدمه وتصوره وتوريل للناس فبتخش تنزل البرنامج ساعة ما تسطب البرنامج البرنامج بيخش يسرق كل الايميلات وكلمات السر كل التحققات من جوجل كروم بتاعك يعني البرنامج اللي انت بتسطبه على الكمبيوتر بتاعك بيديله administrative privileges او بيديله صلاحيات صاحب الجهاز اللي هو بيملك جهازك بيملك كل المعلومات اللي على جهازك وده اللي حصل مع يوسف لو اندي مؤخرا وده اخر حالة اختراق تم تسجيلها يعني لكن الحمد لله يوسف قدر يرجع القناة بتاعته بسرعة انا اول مرة في حياتي اشوف هاك او هاكرز بيسرقوا بالطريقة دي نزلت البرنامج ودصت ده بيديله على البرنامج 10 notifications في نفس اللحظة عنه 10 notifications في نفس اللحظة جوجل اكاونت password change backup email change رقمك المتسجل على جوجل اكاونت change كل الاكاونت اللي كانت متسجلة على اي PC من التلاتة PC اللي انا فتحت عليهم البرنامج ده كلهم اتغيروا في نفس الثانية سؤال مهم جدا وهو ليه الراجل ده بيسرق قناتي او ليه الهاكر ده بيختار قناتي ويسرقها حقيقة لعدة اسباب اول سبب انه يسرق ارباح AdSense يعني انت قناتك على يوتيوب مفعل عليها الربح فبالتالي بيجي لك عائد شهري من اعلانات AdSense فهو بيخش يحول AdSense account اللي مربوط بالقناة لحسابه الشخصي او لحساب تاني وبالتالي كل ارباح القناة هتروح لهو السبب التاني وهو بيع القناة في السوق السوداء يعني فيه black market للقنوات المسروقة يعني اي واحد صاحب شغل او بيزنس او اي واحد عايز يعمل اي حاجة فلما يلاقي قناة معروضة للبيع عليها مئة الف مشترك ومتفعل عليها الربح وتقدر تغير اسم القناة وتقدر تغير identity او الهوية بتاع القناة بالكامل السبب التالت هو ابتزازك علشان تدفع فلوس يعني الهاكر بيسرق قناتك خلاص يبدأ يتواصل معك بقى يقول لك انا اللي سرقت القناة بتاعتك وعايزك تبعث لي مثلا الف دولار او تلات تلاف دولار علشان ارجع لك قناتك تاني واخيرا وليس اخيرا بيسرق قناتك علشان يستخدمها في نصباهي اكبر وده اللي حصل مع قناة عفيفي ومع قناة شيخ العمود مؤخرا الفكرة ان الغرض من الموضوع مش سرقة القناة خلاص ومش يعمل بالقناة بتاعتك حاجة ولا يسرق ادسنس ولا الكلام ده خالص ولكن هو يستخدم قناتك في سرقة او في مخطط اكبر بكتير من كده اللي بيحصل كالتالي في فريق من الهاكرز بيختاركم عدد كبير من القنوات وبعدين بيغيرهم اسم القناة باسم عملة الكترونية او اي حاجات من اللي هي الكريبتو كارنسيز ديت ويطلع لايف ويقول بمناسبة وصلنا المئة الف مشترك احنا عملنا جيفا واي اي حد هيخش بالمحفظة الالكترونية بتاعته هنديله مش عارف هدية نص بيتكوين او حاجة زي كده نص بيتكوين دا اللي هو مثلا عشر تلاف دولار يعني في وقت ما كان البيتكوين بعشرين الف يعني او دلوقتي حوالي سبعة تلاف دولار فمبلغ كبير فالناس بتسارع وتبدأ تخش فياخد المعلومات بتاع المحفظة الالكترونية ويبدأ يسرق منها فلوس في ناس دلوقتي بتعمل لايف مباشر في فيه على قناتك القناة راحت قناة ده غير صورتها حط اسم غريب ايثيروم اكتشفت في الاخر ان هما حاجات عملة طبعا اللي بيخلي الناس تثق في القناة ديات هي انها بتكون وصلة المئة الف مشترك وسارق قناة كبيرة اصلا فبالتالي الناس ما بتفكرش وزي ما قلنا مؤخرا قناة شيخ العمودي اخترقت ويطلعوا لايف واللايف كان بيتفرج عليه خمسة وسبعين الف واحد تمتخيل خمسة وسبعين الف واحد لو عشر في المية من الناس دول دولهم معلوماتهم او معلومات المحافظة الالكترونية اللي عليها العملات بتاعتهم يعني تمتخيل حجم السرقات ممكن يوصل لملايين الدولارات دول باختصار شديد معظم الاسباب اللي علشانها المخترق بيحاول يسرق او بيسرق بالفعل قنوات اليوتيوب نيجي بقى لنصائح عامة لازم تعرفها علشان تأمن نفسك من الاختراق اول حاجة يوتيوب ما بيستخدمش واتساب للتواصل مع اليوتيوبرز يعني منصة يوتيوب ما بتتواصلش مع حد بشكل شخصي قوي كده ان هو يقعد يبعط لك رسائل بتاع حسابك والكلام ده كله كلام ده ما بيحصلش يوتيوب ما بيطلبش منك ابدا الباسورد بتاعتك تالت نصيحة يوتيوب ما بيبعطش جوائز لحد يوتيوب اما ان هو بيبعط لك الدرع الفضي وده انت اللي بيتخش تطلبه ما بيجي لكش ايميل ولو جالك ايميل بيقولك ان انت وصلت المية الف وتستحق الدرع الفضي ما تستخدمش الايميل ده خالص وخش اه على جوجل قول ازاي اطلب الدرع بتاعي وروح على جوجل ذات نفسه وطلبه من هناك يعني م بيبعطش جوائز لحد ما بيبعطش كاميرات لحد ما بيبعطش شنط ولا مايكروفونات ولا اي حاجة لحد النصيحة الرابعة وده نصيحة مهمة جدا 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 نصيحة محورية مفصلية محدش يعرف الايميل الي معمول بالقناة الاميل اللي مربوط بقناة يوتيوب محدش يعرفه ابدا ما تحطش الايميل الي مربوط بيه قناة يوتيوب في الدسكريبشن او ان هو يكون البيزنس إيميل إن الناس تتواصل معاك من خلاله. الإيميل ده محدش يعرفه خالص. ليه الإيميل ده محدش يعرفه خالص؟ خليني يعني أقول لك كده تمثيل بسيط لوضح لك الموضوع. ولنفترض إن انت عايش في بيت ومؤمن البيت ده كويس جدا جدا ومفيش حد يعرف البيت ده فين؟ هل حد هيعرف ينط ويسرق البيت ده؟ حدش يعرف مكانه أصلا. طيب ولنفترض إن انت عندك نفس البيت ومؤمنه برضه مفيش أي مشكلة خالص. بس الناس عارفها مكان البيت ده فكرة إن فيه حرام بيحوم حوالين البيت هجله فرصة كده أو لحظة يقدر يخترق البيت بتاعك. فحيطة إن محدش يعرف عنوان بيتك ده بيقلل احتمالية اختراقه لصفر. لأن محدش عارفه أصلا فإزاي هيخترقه إزاي هيخترق حاجة هو مش عارفها. تمام؟ فإيميل القناة محدش يعرفه. ولو بالفعل انت بترتكب الخطأ ده وإيميل القناة هو الإيميل البزنس أو إيميل القناة معروف وإنت مسجل بيه حسابات تانية كتير فتخش وتغير الموضوع ده وتبحث إزاي تنقل القناة بتاعتك لإيميل تاني. ويتبع ده إن رقم التليفون اللي هو محدود في التحقق بخطواتين برضه ما حدش يعرفه. علشان ما فيش حد يتواصل معاك على رقم التليفون ده ويوهمك إن هو جوجل ويقولك يبعط لنا الكود والكلام ده كله. لا إيميل القناة يتعرف ولا رقم تليفونك يتعرف. اعمل إيميل تاني للتواصل. يعني أنت تقدر تعمل عدد لا نهائي من الإيميلات. فاعمل إيميل للتواصل إن الناس تتواصل معاك من خلاله. مالوش ضعوة خالص بإيميل القناة. النصيحة الخامسة لازم تتأكد من أي إيميل بيوصل لك إن هو من يوتيوب. وده من خلال إنك بتشوف الإيميل المرسل منه هتلاقيه او 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 جوجل دوت كوم ما بيتبعت لكش ده راجل بيحاول يخترق جهازك لازم تتأكد إن هو وده تقدر تتأكد منه بكل بساطة وإيه لو أنت عملت النصيحة اللي قبل كده إن هو محدش يعرف إيميلك خالص فمحدش هيكون عارف إيميل القناة إلا يوتيوب. فبالتالي أي إيميل من يوتيوب هيجي على الإيميل ده هو من يوتيوب أصلا. لأن يوتيوب هي الجهة الوحيدة اللي عارفة إن ده إيميل القناة. واصلا لك المعلومة. ففكرة التزامك بالنصيحة اللي قبل كده هتوفر عليك كتير جدا جدا جدا. ويوصلنا أخيرا لأهم وأفضل وأقوى طريقة تقدر تأمن من خلالها حسابك على يوتيوب وجوجل وهو المفتاح ده أو السيكيروتي كي ده ده باختصار عبارة عن باسورد بس باسورد معاك أنت ماسكها في إيدك. باسورد أنت ذات نفسك ما تعرفش هي عبارة عن إيه. فكرة باختصار إن أنت بتخش على حسابك. وتقول له أن أنا عايز أأمن حسابي بالبتاع ديت. وهنوضح لكو حالا كمان شوية. فيقول لك تمام ركب البتاع دي في جهازك. وخلاص كده أنت حسابك اتربط بالبتاع دي. بعد ما تربط حسابك بالسيكيروتي كي أي حد في الدنيا مع الإيميل بتاعك والباسورد مش هيقدر يخش على حسابك إلا من خلال البتاع دي. طيب ماذا لو أن البتاع دي ضاعت أو تقصرت أو تسرقت أنا كده مش عارف أخش على حسابي؟ هنا في شوية حاجات ممكن تعملها. زي مثلا أنت يقوم معاك اتنين واللي اتنين متعانين في مكانين مختلفين بحيث أن لو واحدة ضاعت أو بازت أو أيا كان يبقى معاك خيار تاني. والخيار التاني في حاجة اسمها Offline Backup Codes دول بتقدر تنزلهم. دول عبارة عن 10 أكواد. بتنزلهم تطبعهم أو تكتبهم فرقة وتعينهم برضو في مكان آمن جدا. بحيث أن انت لو مش معاك أي طريقة للدخول على قناتك تكتب أحد Security Backup Codes دول وتخش على قناتك عادي جدا. شيء أخير نحب نوضحه عن المفتاح السحري ده هو أن جوجل مؤخرا فرضت على كل العاملين فيها أنها تستخدم Security Key ده. أن هو في عاملين في جوجل كان بيتم اختراقهم عادي مفيش حد محصن ضد الاختراق 100% ولكن جوجل فرضت على 80 ألف عامل في جوجل أن هو لازم كل واحد يأمن حسابه ب Security Key. من لحظة تأمين حسابات الناس دي جوجل سجلت زيرو حالات اختراق في الحسابات بتاعت موظفيها. فالموضوع مهم جدا وفعال جدا وبصراحة أنت بتريح بالك خالص. لأن قبل كده لما كنت عامل تليفوني كان كل شوية يقول لي Is it you trying to back up أو to recover your account. في حد بيحاول يخترق حسابي. هو طبعا ما اخترقهوش بس فكرة ان في حد بيحاول فزي ما قلنا ممكن ينجح في أحد المرات. ولكن مع البتاع دي استحالة يعني لازم يكون مع البتاع دي ومسكها في ايدو كده. والبتاع دي مدام هي معاك محدش هيقدر يسرق حسابك. فخلينا نروح للكمبيوتر ونوضح إزاي تفعل وإزاي تستخدم أو تفعل يعني علشان توضيح الموضوع ده احنا عملنا حساب جوجل مخصوص وقناة يوتيوب مخصوصة ورفعنا عليها فيديو كمان because why not فده الجيميل بتاعنا والمفروض ان ده الجيميل اللي انت رابط به القناة اللي محدش يعرفه ابدا تمام؟ اوكي وبرضو هنا هتلاقي ان الايميلات اللي جاية من جوجل at google.com وتقدر تضغط على السهم ده يقول لك امعلم ان الرسالة دي جاية من at google.com او at youtube.com دول اللي تقبل منهم الايميلات او تتفاعل معاهم اي حاجة تانية ما تضغطش على اي رابط like remake تمام؟ طيب انت علشان تأمن حسابك هنروح على اعلامة صورتك هنا او حسابك وبعدين تضغط manage your google account هيفتح لك الصفحة الجميلة دي طبعا ممكن تكون باللغة العربية على حسب لغة الكروم عندك او لغة الحساب فهتضغط على security او التأمين بعدين يا باشا هتلاقي signing in to google تحت security هتلاقي في حاجة هنا اسمها two step verification هتضغط عليها بيقول لك ان two step verification بتسمح اا لا تسمح للمختارقين ان هم يختاركوا حسابك لان بيتطلب منك خطوة تاني علشان تخش على حسابك زي ما شرحنا قبل كده اتغط اه هنا بقى ده جوجل ده جوجل ليه ده جوجل ليه لانك بتغير حاجة في اعدادات حسابك فبيطلب منك انك تخش مرة تانية لحسابك علشان يتأكد ان هو ده فخلينا نكتب الباسورد بتاعتنا طبعا هنا هتكتب رقم تليفونك علشان يبعث لك رسالة يتأكد ان ده رقمك ويتأكد ان ده انت فيأمنك باستخدام هزا الرقم فخلينا اكتب رقمي واقول له عم امن خلال تيكست اقول له تمام هو دلوقتي بعت لي كود على رقم تليفوني فهخش اه شوف الكود ايوة بعت لي كود اهوت هكتب الكود اللي اتبعت لي اقول له نكست هو خلاص كده اتأمن اقول له تيرن اون دلوقتي او التحقق بخطوطين من خلال التليفون هو ده الديفولت او الافتراضي ده يعني ايه اضعف الايمان ان انت تكون مأمن حسابك بالطريقة دي ولكن زي ما قلنا افضل واقوى واهم طريقة في الطرق ديت هي والباكب سوري والباكب كودز طيب ايه هي هنشرحها كمان شوية ولكن في البداية خلينا نعمل هنضغط هايقول لك يعني خلي معك وبتاعك ومش عارف ايه ومش متوصل على الكمبيوتر دلوقتي اوكي قول له دلوقتي يا باشا بيقول لك دخل في الكمبيوتر بتاعك فخلينا ندخله في الكيس تمام ركبنا دلوقتي في الكيسة بيقول لك هتلاقي علي علامة كده اهو وتقول له علشان يقدر يقرأ الباسورد او هيقول لك سمي هتقول له يا عمي سيك يوريتي كي وان حس انت هيكون معك مسلا اتنين او تلاتة علشان تأمين نفسك زيادة واقول له دن خلاص كده يا باشا انت دلوقتي محدش هيقدر يخش على القناة بتاعتك او على حسابك الا من خلال السيكيوريتي كي وكنوع من تأمين الحساب شيد رقم تلفونك يعني انا عارف ان هو اجراء اه صعب شوية بس صدقني اه انت كده مقمن نفسك بدرجة مية في المية طيب قولنا افترض زي ما قولنا ان السيكيوريتي كي بتاع يضاع او اه قصر او تسرق او محفظة تسرقت هو كان فيها قويا كان بتاخد الباك اوب كودز ايه الباك اوب كودز دي هتقول له سيتاب بيزهر لك الباك اوب كودز دول دول عبارة عن عشر اكوات تقدر من خلالهم ترجع قناتك لو تسرقت ممكن اه تعمل لهم داونلود او تعمل لهم برينت او تصورهم بتليفونك او تكتبهم على ورقة بس محدش يعرفهم الا انت محدش يعرفهم خالص الا انت لان دول يعني ملجأك الاخير ومن خلال سيكيوريتي كودز دول يوسف عاطف اه يوسف لويندي قدر يرجع قناته يعني لو ما كانش معال سيكيوريتي كود دول كان يعني قناته راحت فدول مهمين جدا فهقول له مسلا داونلود هم خلاص تم تحميل سيكيوريتي كودز في هيئة اه تكست بحفظه عندي او بخبيف مكان على الكمبيوتر او ايا كان محدش يعرفهم زي ما قلنا الا انت تمام فمن خلال الاتنين دول انت قناتك كباشا محدش يقدر يختاركها طيب اجيب السيكيوريتي كي منين هنسيب لكم اللينك بتاع السيكيوريتي كي في امازون تحت وهو في نوعين في نوع ان اف سي بسبع عشرين دولار وفي نوع عادي بعشرين دولار النوع العادي يعني كافي جدا الان اف سي دا علشان لو عايز تدخل على حسابك على التليفون بتحط السيكيوريتي كي على التليفون كده فبيدخل على حسابك او لو في اه دونجل او البتاع اللي هو بيخليك اه تقدر تركب اي فلاشة على على التليفون برضو ممكن تا تقدر تخش على الحساب بتاعك على التليفون فبالنسبة لي دول افضل طريقتين لتأمين حسابك لكن لو دول مش متاحين بالنسبة لك دلوقتي او انت طالب الفلاشة ومستنيها فبتسيب رقم تليفونك طبعا او بتستخدم اللي هو انت بيجي لك كده رسالة زي دي ات يقول لك او حاجة زي كده فبتقول له اه طبعا في شوية خطوات لازم تتبعها في عمل تنصيب او سيطب للجوجل وممكن تستخدم برضو ممكن تعمل لها سيطب اندرويد وتزبط الدنيا انك بيطلع لك اسمه ده فمن خلال التليفون بتاعك اه فيه عندك في التليفون كده انك تقرى فبتقول له عم ارى لي ده فتقول له روح هيقول لي كود وطبعا بعت لي كود هنا طبعا الحاجات ديت هي او حاجات كده انت مش محتاج قوي حد يمشي معاك فيها فبتفيريفاي خلاص كده باشا انت الجوجل اوثنتيكيتور اه تستطبط معاك بيطلع لك كود كل مرة انت بتحاول تخش فيها على الحساب بتاعك طبعا التكست او الفويس اللي احنا كنا حاسفينها في البداية او اللي احنا كنا عاملينها اصلا من البداية فا اه دول كده يعتبروا الاقمن وزي ما قلنا دي اقمن طريقة على الاطلاق هي او انت مش محتاج حاجة تاني خالص مدام البتاعة دي معاك محدش يقدر يخش على حسابك وزي ما قلنا هنسيب لكو اللينك بتاعها في رابط في تحت الفيديو يعني ده رابط زي ما قلنا فيه بساعة عشرين دولار وفيه بعشرين دولار الفرق ما بين الاتنين ان ده بيبقى فيه فبتقدر تخش اه على التليفون بتاعك من غير متضطر انك تركب الفلاشة في التليفون والحاجة للزريفة ان الحاجة دي يعني بيتم شحنها لمصر مباشر فانت مسلا ممكن تتفق انت وصحابك وتشتري لكم خمسة ستة او تشتري لكم سبعة تمانية مثلا بس ما تحاولوش تزودوا الموضوع قوي علشان ما حسبكوش انتم تجار اه فاقصى عدد انا جيبته بصراحة وعدة كان تمانية فانتم ممكن تشتروا تمانية مع بعض وتستخدموا كده وزي ما قلت هو افضل افضل طريقة يعني انا 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 ما قدرش اوضح لكم قد ان الموضوع ده مهم وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة اللي هو يعتبر من اهم الفيديوهات ومن اكتر الفيديوهات اللي خدوا مننا وقت في التحضير والترتيب علشان نوصل الموضوع بابسط صورة وفي نفس الوقت يكون مختصر طبعا في نصايح تانية وفي حاجات تانية بس الوقت لا يساعنا ان احنا نذكر كل الحاجات دي هتفحاول انت تبحث برضو ازاي تأمن نفسك قدر الامكان وبالطبع ما تحاولش تستخدم اي برنامج لو كراك او تنزل كراكات لبرامج من مصادر انت مش عارفها لان وموضوع الكراكس ده في حوار لوحده بس حاول تأمن نفسك وحاول يكون عندك انتي فيروس وما تبطلوش خالص صدقني مجهودك على يوتيوب يسوي اكتر بكتير من عشرين دولار اللي هما ممكن اشتراك او حق برنامج انت ممكن تستخدمه فحاول ما تستخدمش كراكس يعني خالص خالص يعني لان كده انت بتفتح الباب قدام وقدام آآ فيروسات ممكن تخش تسرق الكوكيز وتسرق الباسورد وتسرق الحاجات بتاعتك فأمن نفسك قدر الامكان وصدت بانتي فيروس ما تضغطش على اي رابط جاي لك من ايميل مشبوه لازم لازم تثقف نفسك في السيكوريتي ولازم لازم تجيب البتاع عادية ضرورية جدا سدقني عشرين دولار هو مبلغ زهيد جدا 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 في تأمين حسابك وتأمين مجهودك وتعب السنين على يوتيوب نتمنى ان الفيديو ده يكون ساعدكم ولو ليك صديق يوتيوبر او جروب لليوتيوبرز حاولوا تنشروا في الفيديو ده علشان توصل المعلومات دي للناس سلام عليكم